موسيقى وقتاش تقول أنه الجسور في نهاية الأمر تم وضعه بطريقة نهائية وحقق كل ما هو موجود فيه وقت اللي الباب منتع الأحكام الانتقالية يسقط وقت اللي يسقط الباب منتع الأحكام الانتقالية وقتها تفهم وتقول وأن الدستور اللي يسعد قعلوه في نهاية الأمر اليوم أصبح بتمامه وكماله مفعلا بالقوانين التي اتخذت واللي موجودة تنصيص عليها في وسط الدستور بالمؤسسات اللي وقع التنصيص عليها في الدستور واللي الكثير منها مزان ماحدثش نلاحظه وأنه من بين الهيئات اللي مقعش الأحديات المتاحة هي المحكمة الدستورية نتذكره وأنه الفصل الثمانية المتعلق بالشروط هذا الفصل الثمانية المتعلق بالشروط قل وندر وأنني رأيت فصل معناتها قعد أكثر من ثمانية واربعين ساعة في جدل متع الشروط التي يجب أن تتوفر في الأعضاء متع المحكمة الدستورية ولهذا العملية متع التركيبة صعيبة والعملية متع الاختيار للأشخاص صعيبة والشروط متاحها دخلت في هذه الاعتبارات وهذه التوافقات اللي جعلت النقاش في خصوص الشروط وضع مع خلفيات سياسية واضح الخلفيات السياسية والتعلات المقدمة والمبرات المقدمة للاختيارات هي أنه حتى نتجنب من هؤلاء الأعضاء متع المحكمة الدستورية أن تكون فيهم شبهات الانتماء السياسي من ذلك جاء القانون متع ديسمبر ودخل في الفصل الثمانية متع الشروط اللي كان في المنطلق متاعه معناها كان ما فيهش حتى شرط خلاف الشروط الدستورية دخل فيها مجموعة من الشروط التي في نهاية الأمر ابتعدت على المقصد اللي كان موجود في وسط الدستور هذا نقوله لأني نعرف أنه الدستور وش عملنا حطينا فيه وشنوما في الشروط خاصة بالنسبة للشروط هذين من ذلك مثلا ودخلاء شرط عدم الانتماء إلى أي حزب هالشرط هذا يمكن للإنسان العادي كيفية ما هيقوله الله صحيح ما يجب مش يكون هذا متحزق وما يكون عنده عمل في وسط من الحزب من الحزاب ولهذا معناتها ما نجمش يكون معناتها عضو في المحكمة الدستورية وهو يبدأ مش متحزق في حد بلاد في الدنيا ما فهم شرط كمان هذا على خطر كل وقت شنجم نقول نقول حتى بالنسبة القضاء الإداري وبالنسبة القضاء المادي وبالنسبة القضاء العدلي يزمك تقول ما نجمش يكون ينتمي إلى حزب من الأحزاب علاش القضاءت هادمه غير الأخرين معناها عندهم شرط عدم الانتماء إلى الحزب يقولوا لا في القانون المتعلق بالقضاء يقولوا عدم الانتماء إلى حزب عدم الانتماء إلى حزب بالنسبة للمستقبل لا يمكنه أن يجمع أما مش تقول يزمو عشر سنين التالي ما كانش ينتمي إلى حزب وما شاركش في الانتخابات حتى الانتخابات ما بعد الثورة تو هذا رسول الله هذا هي شرط الإنسان ولا معناته كأنه عامل ذنب وجرم شنوه؟ أنه انتمى في العشرة سنوات الأخيرة إلى حزب وأنه أكثر من هذا شارك في الانتخابات حتى ما بعد الثورة معناتها هذاك اللي شارك في الانتخابات ما عندهش الحق بزادة أيضا مش يترشع المشاركة متاعه وليتش معناها فعلا شروط اللي راهي ماهيش مقبولة واللي راهي ماهيش معقولة واللي ماهيش موجودة في القانون المقارن على هذا الأساس أقول وأنه مش شروط هذا مبرك ومشروط أخرى نحن حتى الأخر يوم معناها كانوا مثلا أعضاء المجالس الدستورية السابقة الكل هم مقصية ما عندهمش الحق بش يقع إدخالهم في المحكمة الدستورية الجديدة معنات هذوم الكل في آخر المطاف وقع إدخالهم الكل ورفع الحظر عليهم بالنسبة للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين كانوا زادة أيضا مقصية اعتبارا لأنهم بما أنهم باشروا ومن نجموش نجدونهم وقتل لأحنا قلنا معناتها من ياخذوا معناتها مدة زمنية معينة كما موجود في القانون الأساسي متاحهم ولهذا ما عندهمش لحق بش يترشوا وإلا بش يقع انتخابهم في الوحدة في أخر دقيقة وقع إدخالهم أنت كيف حاليت هالباب وقبلت الناس الكل لواش الشروط على أخرين في الوقت زعم كيف تجي تقارن أنت تاخذ واحد اللي عنده كل الكفاءات القانونية موجودة فيه سواء كان بانتسابه إلى القضاء أو بانتسابه للمحامات أو بانتسابه إلى التدريس في التعليم العالم وعنده كل الكفاءات وتجي تدخلوا هالشرط وأنهم ما شاركش في الانتخابات في عشر سنين التالي وهذا شرط غير دستوري في حد ذاته وتجي تقول لا يجب عليه أن يكون عنده بطاقة حزبية معناتها معناتها اليوم الإنسان اللي ينخرط في حزب اللي هو حق الدستوري رتبات ما تنساش معناتها اللي يمارس حق الدستوري يقع إقصائه اللي يمارس شارك في الانتخابات الذنب منتاعه هو ناخب نقع إقصائه ونخليه وهي في نهاية الأمر معمولة ومحضرة كما بعض عبروا عليها اللي من الداخل المجلس هم بيدهم وذي اسمعناه قالوا راهي هالعملية هذه وكأنه بها عملته يعني عملوا الشروط الإقصائية للبعض اللي ربما قدروا وأنه من الأفضل أن لا يكونوا في هذه المحكمة الدستورية لأنه ما حلوش المشكلة وانا نتصور لو كان ما حطوش هالشروط هذه راهو كان الوضع أفضل راهو كان الوضع أفضل بكثير اليوم قاعدين تأخير هذا ناتج عن تلك الشروط اللي نقص في القاعدة متاع الاختيارات وجعل الاختيارات هي بيدها معناتها وقع تقديمها من هنا وهناك حسب بعض المعايير يعني المعينة من طرف هذا وذاك فلماذا حيناء إذن إذا كان الأمور كانت بالدرجة هذه من الموضوعية يوصلوا اليوم يوقفوا إلى هذا هذه الأولى حاجة ثانية البعض يرى وأنه فما أسباب تكاد تكون سياسية لماذا لأنه يقول لك احنا باش ندخلوا محكمة دستوريا بنفوذ كبيرة وإن كان هو وقع تقليص متاع النفوذ متاح وصلاحياتها ومعنش نفوذ نقوله صلاحيات وقع تقليص في الصلاحيات متاح وقع تقليص في الصلاحيات متاح وقع تقليص في الصلاحيات اللي كانت تخيف السلطة السياسية وفي ذلك الوقت كانت تخيف الأغلبية الحاكمة تخوفهم من المحكمة دستورية تخوفهم نظراً نظراً لأنها يمكن أن تعطل في تقديرهم العمل النيابي اللي هم كانوا يتصوروا في ذلك الوقت وأنهم بشقدوا ديما متحصلين على الأغلبية إلى ما لنهاية له ولهذا وقت اللي أنت تأخذ الأغلبية في البرلمان كون الوحيد اللي نجم يراقبك هي المحكمة دستورية ولهذا اللي تمثل خطراً على الأغلبية في ذلك الوقت كان الخوف والهاجس هو هذا هذاك علاش وقع من هنا ومن هنا ومن هنا التنقيس واخيره ثم خرجت الفكرة ووقتها وأنها المحكمة هذية شنو بشتولينا بشتولينا ان جوفانومان دي جوج بش يوليو هم توقف بشتعطيهم انتي بعديد من الصلاحيات بش يوليو يراقبوا حتى في البرلمان في الوقت الحاضر فما في فراغ دستوري نقول لك الحالات اللي اليوم معطلين ما نجموش يقعو لأن ليس هنالك محكمة دستورية مثلا نبدأوا باللي يتحطوا عليها بداوي تحطوا عليها هي تعديل الدستور تعديل الدستور حتى لو كان تتوى نحبو نعدل الدستور اليوم ما هوش ممكن لماذا؟ لأن المحكمة الدستورية هي اللي تعطي رأيها في خصوص مقترحات ومشروع تعديل الدستور مطلوبة بش تعطي رأيها بش تقول يا نندراء هالتعديلات هذه من شأنها أن تخالف المقتضيات الدستورية المتعلقة بالتعديل وإلا لا سواء كانت من الناحية الإجرائية ومن الناحية المضمونية كأن تقول مثلا هالأحكاة منتع التعديل بش تمس الحقوق والحريات المضمونة في الدستور والتي لا يمكن تعديلها أنت اليوم كان واحد يجيه يعمل مطلب منتع التعديل وبش حب تراجع في الكسب منتع الحقوق والحريات ما يتعداش لأنه الفصل 49 نص عدم التراجع في الحقوق المكتسبة وفي الحقوق والحريات الموجودة كانت تحب تضيف وتحسن مرحبا أما بجتتراجع في اللي موجود لا سبيل إليه وش كون يراقب العملية المقترح والمشروع تعديل الدستور هي المحكمة الدستورية هذه من جملة صلاحية تمتاحها ومش المسألة هذه بتاع الحقوق بركة حتى من ناحية الإجرائية هذا إذن هذا يعطر كل العملية من هذا النوع اثنين مثلا لو كان رئيس الجمهورية يحب يلتج إلى الإعلان عن الظروف الاستثنائية السيركنسانس سيكسبسونال اللي موجودة في الفصل الثمانية خطر دهم الذي يهدد سير داولي بالدولة عندك الحاجة الثانية الأخرى عندك موضوع المتعلق بأنه رئيس الجمهورية يمكن أن يكون في حالة معناتها عدم قدرته على مباشرة وظائفه سواء كان ذلك بصفة وقتية أو بصفة نهائية هذه كلها المراقبة التم عن طريق المحكمة الدستورية هذه الجوانب اللي ما يتعلقوش بالمراقبة الدستورية للقوانين وإنما جانب آخر اللي توحنا الساهين عليه ونقول إن شاء الله ما نلقاوش نفسنا في وضعية اللي هي تحتم وجود المحكمة الدستورية واللي المحكمة الدستورية مايش موجودة والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ما عندهاش هالسلطات هذه ما عندها كان سلطة ضيقة في مراقبة دستورية القوانين هدايا جعلنا نتكلمه على موضوع التركيبة متاع الستة الستة تركيبة متاحها وتساءل علاش العدد هدايا زوجي ماهوش فردي وإذا كان هو زوجي علاش مثلا القرارات متاحها ما تصدرش بالرأي معناتها بالأغلبية لأنه الرئيس المحكمة في نهاية العمل هو عنده الرأي المرجح الرأي هو الذي في نهاية أمر يعطي الترجيح لفائدة الصفة الذي هو فيه إذا كان هما ثلاثة ثلاثة يولي الرأي متاع الثلاثة اللي فيهم الرئيس هو اللي يكون يتعدى قبل الرأي متاع الثلاثة الأخرين وعنده صوت المرجح لرئيس المحكمة اللي في الواقع هو القرار هذا العدد الزوجي هو منحدر من القرار المتعلق بالمحكمة الدستورية القرار المتعلق بالمحكمة الدستورية هو 12 كيف كيف ستة ستة السائل يقولوا كيف ستة ستة وكيف يقسمهم ستة معاه وستة لا وما تقولوش صوت الرئيس المرجح هذا اللي وقع مرتين في القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المنقح بعد ما تعدى مرتين والمرة الثالثة تقول الهيئة رأي ما توصلتش للحصول على الأغلبية المطلقة الأغلبية المطلقة في تفكيرها معناتها وهي أنها خمسين زايد واحد نحن ستة مع الناشية المكانية بش نوصل للأغلبية المطلقة والإجابة على هذا التساؤل وهذا الموقف في الواقع ماهوش صحيح لماذا لأنه وقت اللي تبدأه ثلاثة ثلاثة معناتها ما تماش أغلبية مطلقة هذه هي القراءة ثلاثة ثلاثة ما تماش أغلبية المطلقة مش معناتها معناتها ترفض الطعن بعدم الدستورية أقرأها هكا علش تقول لا ثلاثة ثلاثة وصوت الرئيس مش مرجح هذه هي الأولى اثنين الثلاثة ثلاثة مقصود والعدد الفردي مقصود ونسمع أنا البعض يقول لك والله المشرع هذي منش فهمين كيفاش غبت عليه ياخي هي تعادت عليه شوية حديث هي لذلك الفصل هذك ياخي ما شاركوش فيه كل القوانين والقضاة والمحامين وكذا لمدة أكثر من عام ويعرفوا لي هي ثلاثة ثلاثة وعش شبي وقتها والاختيار هو ظاهر عليه هو يلزم وقتلي أنت المحكمة باش تحكم بعدم دستورية القوانين ما يلزمش يكون صوت الرئيس المراجح ما معناتها معناتها باش تجي المحكمة ولا الهيئة الوقتية تطيح قانون كامل وهم ما بيتهم مش متفقيل في نهاية الأمر وما عندهم شي أغلبية ولهذا الأغلبية يجب أن تكون مطلقة يجب أن يكون أربعة ضد اثنين كما بالنسبة المحكمة الدستورية يكونوا سبعة ضد خمسة على خطر موه سهل باش انت تقرر عدم دستورية قانون اللي باش تطيح فيه قرار متاع شكوك لأنه وقت اللي تبدوها ثلاثة معناتها فما شك والشك هدايا معناتها يستفيد به القانون مش تستفيدوا به انتوما ولا ترجعوا رئيس الجمهورية وتخليوا معناتها العملية كاكة مفتوحة وما نعرفوش عليها احنا في نهاية الأمر لقلت ولا دستوري لو غير دستوري وشوفك التبعات معناتها اللي باشتاق وفما البند اللي يقول وهذيك بالعاني حافز للمحكمة باش أنها تسرع في النظر وعيب على المحكمة باش أنها ترجع الرئيس الجمهورية تقول وراني رجعته لك من غير من بد فيه اعتبارا لأنه الآجال اللي يعطهم للمشرع بالنسبة الهيئة الوقتية هذية هما عشر أيام وزيد سبعة رغم 17 يوم ما كفى ونيش بحديها المحكمة وقت اللي باش ترجع الرئيس الجمهورية في مسألة مصيرية وهم لكلهم مسؤوليات وناس معناتها في أعلى ما يكون معناتها من الثقافة القانونية وفي أرفع ما هو موجود معناتها في البلاد يوصلوا يخموا وأنه الدليمة فهمش بش يحكموا فيه نخدم ليله النهار حتى نقضي فيها ونتعدل التصويت واللي يعطي التصويت نرجع الواحد ونعطي الموتيفاسيون بتاعي وتعدل أمر وما نقعدش نطول أكثر من اللزوم أعرف عملية البحث على التوافق ونعرف اللي هي عملية معقدة وصعبة في بعض الأحيان لأنه تلقى معناتها آراء متباينة ومختلفة واللي حتى حد محبي وخر ولهذا العملية تقعد ديما رجاء لكل طرف أن يستعمل كل الطرق والحيل حتى يهزم الطرف المقابل الهزيمة في المعنى ناخدوها في المعنى المجازي بطبيعة الحال يعني حتى يرجح رأيه هو ويبدأوا يفرقسوا عليك الحل التوافقي وغالباً ما الحل التوافقي تلقاه في نهاية الأمر غالباً وأنه معناتها ما يعجب حتى حد قبلوه لأنه أخف الأذراء وأنه يسلكها كما نقولوا إحنا باللهتنا بش يتعدها ما كانش بش يقعد بلوكي غاد وإذا كان مسألة الاثنين يعتبروها وأنها أساسية وما همش بالشي واخر وأنه لا يمكن التوافق في شهنها بأي طريقة من الطرق فيبشيوا في الاتجاهات والمشكلة هو أنه التوافقات يجب أن تكون مش على حساب الدستور وعلى حساب القانون لا يزم التوافقات تكون هي فيها في بعض الأحيان يلقاوا توافقات على حساب الدستور كما القانون بتاعة المحكمة الدستورية الفصل الثمانية هذاك التوافقات على حساب الدستور لكن هم الكل واحد يلقى فيه نفسه ما هوش فرحان بيه مية في المية لكن يلقى فيه روح ولكن جاء على حساب الدستور وهذاك هو الخطأ الكبير الذي وقع اشتركوا في القناة